وفي إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد أعلنت وزارة الأشغال تنفيذ عدد من المشاريع قبل بدء العام الدراسي الجديد بهدف توفير بيئة آمنة للطلبة وحفاظا على سلامتهم ومستخدمي الطريق وتحسين الوضع الحالي للشوارع لاتفادي الاختناقات المرورية التي تحصل مع بداية العودة للمدارس وأشارت الوزارة إلى انتهائها من أعمال الصيانة لـ 19 مدرسة حكومية وتم تسليمها لوزارة التربية والتعليم استعدادا للعام الدراسي الجديد 2023-2024 ويجري العمل على صيانة 21 مدرسة حكومية كما تم طرح عدد 14 مناقصة عامة لتنفيذ أعمال الصيانة في عدد 27 مدرسة حكومية ضمن الخطة المتفق عليها منوهة إلى أن أعمال الصيانة تهدف إلى المحافظة على المشآت التعليمية من الأعطاب والأضرار وضمان بقائها في حالة جيدة ولضمان توفير مرافق خدماتية آمنة للطلبة والهيئة التعليمية في الموسم الدراسي الجديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر